موسيقى الأغنية الثورية أو الأغنية الحزبية السياسية اللي راجد بلبنان أيام الحرب الأهلية لعب الدور تعبوي مساعد للخطاب السياسي التحريدي وكان حالة مثل حال البلد من اسمه ما بين الفريقين المتنازعين يمين مسيحي حامل فكرة الكيان اللبناني وكان معروف بالجبهة اللبنانية ويسار كان تشكيلي من الأحزاب المعادية لأمريكا وإسرائيل والرجعية العربية ومتحالف مع الثورة الفلسطينية وكان معروف بالحرك الوطني إذا منصغي منيح لكلمات الأغاني منقدر نفهم ليسارة الحرب الأهلية ومنلاقي إنه بتعكس مفهومين متناقضين لشخصية لبنان شخصية العروبي والتبغ والزيتون والبندقية مقابل شخصية لبنان الأخضر والجبال العلياني وأرث الرب حمرة ومكتوبة بالنار بيضة ومرسومة أحشاب خرية مش كدس وخم أبت ريح وليلة عمر ودربة وديصاب الغنية بدى شاعر أولاً من شعر اليمين اللي وظفوا موهبتهم بمشروع بناء الأومية اللبنانية سعيد عقل وموريس عواد ويونس الإبن ومن شعر اليسار طلال حيدر وشوق بزاع ومحمد وحسن العبدالله وغيرهم وشعر الثورة الفلسطينية كمان مثل محمود درويج سميح القاسم وتوفيق زياد اللي كانت أضايا الأومية العربية وفلسطين والمقاومة هي أهدفهم غنية اليمين كانت بتشبه خطاب اليمين أرز وجبال وأبطال ومجد وحرية ونزور ووعود ومقاومة ونستالجيا وأحلام وهي رغم معانيها الثورية كانت غنية رومانسية وحالمة تشبه الغنية العاطفية اللبنانية إياساً على الصخب الملازم للأغاني الثورية اليسرية مثلاً غنية عدع ساتك نحنا مشينا لموجهة لذكرى الرئيس بشير جميل لحنة وكلماتها فيهن رئة وحنين أكتر ما فيهن تعبئة وتحفيز على الثور أما غنية اليسار فكانت بتشبه اليسار فلسطين محورة الأساسي وهوية لبنان العربية الفؤرة هموم الطبقة الوسطى المقاومة والسلاح وتحرير الأرض وكانت متشعبة اتربعت على عرشة أنشيد الثورة الفلسطينية بحسة الثورة العالية وموسيقتها التحريضية الصاخبة بعد منها بتجي أنشيد الأحزاب الوطنية اللبنانية وأغاني مارسي الخليفة وأحمد كعبور وسامي حواط وأميم الخليل وزياد رحباني وغيره نكتر انتهت الحرب الأهلية سنة 1990 لكن الغنية الثورية أو الحزبية أو السياسية بعدها شغالت لأن الميليشيات اللي عملت الحرب صارت هي الطبقة الحاكمة وأنتجت ميليشيات سلطوي هالشخصية الجديدة أو المقالات الجديدة للميليشيات كمان هي بحاجة لتعبئة الرأي العام تتضل محافظة على سيطرتها لذلك بعدنا منسمع أغاني بتحمل نفس طابع الحرب الأهلية وإذا منركز فيها منيح منلاقيها بعدها من اسمي لا يسار ولا يمين وبعدها حاملة نفس الشعارات وبتحكي عن نفس المشاريع أغاني تيار الوطني الحر مثلا تشبه كتير أغاني الكتائب والقوات أيام الحرب نفس النفس الرومانسي التمجيدي بلبنان أغاني حركة أمل وحزب الله مثل أغاني الحركة الوطنية بعدها بتحكي عن تحرير الأرض ومقاومة إسرائيل وعن فلسطين وغيرها الفرق إنه الغنية الثورية هالأيام فقدت معنى الثورة يمكن بلبقلة أكتر معنى الثروة صارت غنية حزبية خالصة أو غنية برجوزية سياسية وظيفتها الأساسية تعميم ونشر أيديولوجية دينية وسياسية ومدح رؤساء الأحزاب مثل غنية الطيار الوطن الحر رح نبقى هون مهما العالم قاله ما منترك عون وما منردى بداله أو الغنية اللي بتمجد رئيس الطيار الجديد الوزير جبران باسيل طالع فوق المجد الساطر ومثل غنية نصرك هالزديني اللي غنتها فرقة الولاية بعد حرب تموز اللي موجهة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وأخيراً مثل غنية يا قائد الله معك اللي بيورد فيها اسم رئيس مجلس النوار رئيس حركة أمل بالكامل نبيه بالري إذا بهمكن هالنوع من الفيديوهات اعملوا سبسكرايب على قناة درج ميديا على يوتيوب ترجمة نانسي قنقر